أهلا بك عزيزي الطالب طالب اليوم وداعية الغد أهلا بك في هذه الوحدة من وحدات مادة أصول الدعوة رقم واحد هذه الوحدة عقدناها لبيان تاريخ الدعوة وخصائصها إذ إن لكل دعوة تاريخ وملامح وخصائص وقد جاء الدرس الأول بعنوان الدعوة قبل الإسلام وخصائصها إن الصراع طويل بين الحق والباطل وعندما يظهر أن الشرك قد قويت أركانه وطارد الحق وأهله وتآمر على أهل الحق تقوى الحاجة إذن إلى الخطاب الدعوي المؤثر في عقول الخصوم فالخطاب الدعوي له ملامحه وله أصوله وله ظروفه والقرآن الكريم قد وقف بنا على قصة الخطاب الدعوي حين عرض لنا مواقف الأنبياء مع أقوامهم إن الحديث عن مواقف الأنبياء وإبراز القرآن لهذه المواقف لهو في واقع أمره إظهار لهذا الخطاب الذي يجب أن يقف عليه الدعاة في كل زمان ومكان سنبدأ ببيان تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل وذلك من خلال العناصر التالية العنصر الأول سنتناول فيه الحديث عن بداية الدعوة ونمازج من دعوة الرسل قبل الإسلام والعنصر الثاني سنتناول فيه الحديث عن دعوة نوح عليه السلام كما أن العنصر الثالث سنتناول فيه دعوة إبراهيم عليه السلام ويأتي الحديث عن دعوة موسى عليه السلام في العنصر الرابع وأما العنصر الخامس فسنتناول فيه الحديث عن دعوة عيسى عليه السلام وأخيرا نتناول جانبا من خصائص وملامح الدعوة في هذه المرحلة أي ما قبل الإسلام أولا نتحدث عن تاريخ بداية الدعوة لقد كان تاريخ الدعوة في واقع أمره مربوطا برسالة نوح عليه السلام عند حكايته لقصة الصراع بدعوته لقومه ومخاطبته لهم محاربا للشرك ومؤسسا للتوحيد وتنتهي هذه المرحلة برسالة عيسى عليه السلام إذن البداية برسالة نوح عليه السلام والنهاية برسالة عيسى قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما أخبر به القرآن الكريم لبيان التوحيد ونبز الشرك وحوارات الأنبياء والرسل مع أقوامهم وتكشف لنا الشرائح التالية بعضا من تلك النمازج أما عن دعوة نوح عليه السلام فإننا قد تحدثنا في البداية عن دعوة نوح لماذا؟ لأنه أول الأنبياء الذين حاربوا الشركة وأسسوا التوحيد ولقد جاءت آيات القرآن شاهدة على هذا المعنى بل إن سورة كاملة في القرآن قد جاءت لتتناول الحديث عن دعوة نوح عليه السلام ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وكذا في سورة أخرى سورة هود يقول الحق تبارك وتعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون حوار نوح عليه السلام مع قومه جاء في كثير من آيات القرآن وهنا يأتي الحديث عن هذه المعركة الدعوية بين نوح عليه السلام وبين قومه وهو يحذرهم الشرك ويخاف عليهم معلنا عن هذا الخوف كما جاء في قوله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هكذا كانت بداية نوح عليه السلام وهكذا امتدت هذه الدعوة إلى إبراهيم عليه السلام أما عن دعوة إبراهيم عليه السلام فقد جاء إبراهيم مخاطبا لقومه محذرا من الشرك وصوره وخاطب أباه وخاطب قومه وخاطب النمروذ إلى غير ذلك من صور جاءت في القرآن الكريم نختصر بعضها لقد جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام في بدايتها محذرة للشرك ومحذرة لعبادة الكواكب والنجوم كما جاء في سورة الأنعام وهنا وطل عليهم نبأ نوح نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون هنا بدأ يخاطب أبيه أولا خاطب أباه أولا وخاطب قومه ثانيا وهكذا ينبغي أن يكون الداعية أن يبدأ أولا بمن يعول بالأهل والأقربين وهكذا وعرض القرآن كثيرا من حواره مع أبيه وقومه يقول تبارك وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون الحوار بدأ ليناقش قومه في عبودية الأصنام التي لا تنفع ولا تضر لقد غاف لهم إبراهيم عليه السلام ليعطي درسا عمليا في الدعوة كيف يتوجه الداعية إلى أناس ألفت نفوسهم عبادة الكواكب والأصنام يقول بعد أن تولى قومه إلى عيد لهم وقد كسرها جميعا وجعل السيف أو جعل هذه المادة التي كسر بها الأصنام ووضعها على كبيرهم ثم يأتي الحوار هنا بعد أن أوعزوا إلى أنفسهم أو أقدعوا وعز إليهم الشيطان بأن يضرموا نارا ليلقوا فيها إبراهيم للتخلص من دعوته حتى نجاه الله عز وجل يقول سبحانه قلنا يا نار كوني بردا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين إن الخسار مؤكد على أهل الباطل ولهم أما أهل الحق فإن النصر حليفهم لماذا؟ لأنهم كانوا مع الله ولا يزالون مع الله فلابد أن يكون الله معهم وهكذا ينبغي أن يفهم الدعاء أن الدعوة طريق صعب وعر يحتاج إلى جلد وصبر ويحتاج إلى حوار أكيد سيأتي الحديث عنه في حينه إن شاء الله